انا عندي مشكلة اه فقر الدم. عندك مشكلة فقر الدم. طيب بصي انا هقولك دلوقتي ما نيجينا نتكلم عن فقر الدم ده الشخص بيجي لنا الايادة يا دكتور احمد انا عندي صداع مستمرة عندي ارهاط مستمرة عندي تعب من قليل مجهود احيانا انها غازات نغازات في قلبي. اه بابزل مجهود بسيط وبتعب بسرعة. اه مش عارفة عندي ارغ غير عادي. ما بعرفش انام كويس. كل هذه الاشياء ما الشخص واغلب الحالات اللي انا بقولك عليها الاعراض دي بتبقى اكتر شوية عند الستات من الرجال. فما بيجي لشخص عنده كده بنطلب منه تحليل صور الدم كاملة. وهي والفريتين. ومن خلالها بنيقدر نعرف نسبة الهيموجوبين اللي موجودة عندنا ايه. هنا انا عن نسبة الهيموجوبين بنقرر بنعرف سبب في البداية قبل ما نتكلم عن علاج مسلا فقر الدم. قبل ما نتكلم عن قبل ما نتكلم عن علاج فقر الدم لابد ان احنا في البداية نعرف ما هو السبب الانيميا اللي موجودة عندنا. ممكن يكون سبب الانيميا اللي موجودة عندنا. ممكن ممكن نقص التغذية. ممكن نقص التغذية يكون احد اسباب وهو اشهر سبب موجود عندنا في الايادات. لكن هناك اسباب تاني يعني كو راح المعدة كو راح المعدة ممكن تبقى سبب في الانيميا وفقر الدم.